نروح للملعب نروح لزمالينا العزيزين أحمد المسيري وأسامة العودة بمسي عليكم عزائي وزملائي الجمال المسيري وأسامة خلينا نحاول نعرف كده من كل واحد منهم أخبار كل فريق أحمد المسيري أخبار النادي الآلي سألفوا عليك يا مسيري ياريت تقول لنا آخر الأخبار عندك عاملة إزاي سألفوا عليك كابتن شبير براحب بيك وراحب بكل المشاهدي في كل مكان من هنا من ملعب الأهلي وسلام ومباراة الأهلي وغازل المحلة في الجولة الثانية من بطولة الدور العام لكرة القدم ممكن كابتن شبير فريق النادي الأهلي وصل إلى ملعب المباراة قبل 15 دقيقة من الآن الفريق أدى تدريبه الأخير في السالسة من عصر أمس الخميس بملعب مختار التيتش وقاد الميران كيفين جونسون المدرب المساعد لمسلمين لأصيب فيروس كورونا يمكن بعقب انتهاء التدريب اختار الجهاز المعاون 21 لعبا للدخول في معسكر مغلق بأحد الفنادق القريبة من ملعب المباراة يمكن كيفين جونسون كابتن شبير تواصل مع موسي ماني للاستقرار على التشكيل والخطة التي سيخوض بها هذا اللقاء أيضا كابتن شبير الجهاز الفني نفى تماما ما تردد خلال الساعات الماضية عن إصابة طاهر محمد طاهر بفيروس كورونا وقال ان استبعاده من هذه المباراة ومن قائمة الفريق لهذه المباراة جاء بسبب ارتفاع في درجة الحرارة بعد حصوله على التطايمات اللازمة قبل توجه بعثة الفريق إلى النيجر لمواجهة بطل النيجر في زهاب دوري 32 من دوري أبطال أفريقا يمكن أبرز غيابات فريق الأهلي في لقاء اليوم كابتن شبير حسين الشحات ناصر ماهر مروان محصل للإصابة خلنا أقولك أيضا كابتن شبير أن مجلس إدارة النادي الأهلي بيفكر بجدية في تأجيل الصفر من الأحد إلى الاسنين إلى النيجر تحسبا لظهور مسحة جديدة لموسي ماني وتظهر سلبية تزيل المسحة وبالتالي يلحق مع البعثة إلى النيجر أخيرا يدير هذا اللقاء تحكيميا الكابتن طريق مجدد درجة الحرارة هنا في ملعب الأهلي والسلام تشير إلى 19 درجة موادي كانت أبرز أخبار وكواليس النادي الأهلي قبل مباراته الهمة مع غازل المحلة والآن عودة لأستاذ مصر والكابتن أحمد شبير شكرا جزيلا زمينا العزيز أحمد المسيري نروح لزميلة عزيز أسامة حقدم سأل فولي أسامة يا طرق إيه آخر الأخبار عندك وصول فريق غازل المحلة ملعب شكله عمر إزاي هل في أمطار ولا السماء صافية مساء الخير على حضرتك كابتن شبير مساء الخير على حضرتك كل مشاهدي ومتابعه أونتايم سبورتس في كل مكان من داخل أستاذ الأهلي والسلام وقبل مبارات النادي الأهلي وغازل المحلة بعد عودة زعيم الفلاحين مرة تانية لدوري الأضواء والشهرة بعد غياب دام لما يقرب من أربع أعوام خلنا أقول لك كابتن شبير أن الأجواء هنا مثالية بعض الشيء والجو هنا ما شاء الله يعني حاجة جميلة جداً الكل هنا بينتظر مباراة قوية جداً بين الفريقين خصوصاً فريق غازل المحلة من الفرق اللي بتلعب مطشقات كبيرة جداً ومهمة جداً أمام النادي الأهلي خلنا أقول لك كابتن شبير أن في حالة معنوية مرتفعة بعض الشيء لدى فريق غازل المحلة بعد التعادل في المباراة السابقة أمام سموحة بهدف مقابل هدف في مدينة الأسكندرية من الحالة المعنوية تكون عالية لكن الأداء الجايد جداً اللي ظهر به الفريق في الشوضي التاني عشان كده امبارح فيه مؤذرة كبيرة جداً من الجماهير إدارة نادي غازل المحلة فتحت أبواب الأستاذ لحضور التمرينة الأخيرة للفريق وبعدها الفريق توجه مباشرة هنا للقاهرة للمبيت في أحد فنادق القاهرة ليلة المبراخل خلينا أقول لك كابتن شوبير أن الفريق كان تلقى صدمة كبيرة جداً من نتيجة إجراء الرابط تست للفريق بوجود ثلاث لعبين مصابين إلا أن المسحة الأخيرة أمس أظهرت عدم وجود أي إيجابية لأي لعب في الفريق خلينا أقول لك أيضاً أن تم صرف مكافئة التعادل أمام نادي سموحها بالأمس عشان يكون داعم للفريق قبل المباراة اليوم الفريق النهاردة هيلبس الزي الأخدر في الأسود في الأسود عكس المباراة السابق كان يلبس أخدر في أبيض في أبيض وأيضاً خلينا أقول لك أن الجهاز الفني هنا بيحاول ليجهز مفاجأة في مباراة اليوم ما هي ممكن تكون حد من النشئين والأغلب أنه يكون أحمد النادري وأحمد النادري ده للي ما يعرفش مين أحمد النادري هو ممكن هو يعني جده الكابتن عمر عبدالله أحد نجوم الفريق في السبعينات خلينا أقول لك أن السوشال ميديا في الفترة اللي فاته بعض المواقع كانوا بيحاولوا يصدروا أزمة لفريق غزل المحلة بوجود خلافات بين الكابتن خالد عيد والكابتن طارق غيدة القائم بأعمال المدير الفني حتى عودت الكابتن خالد عيد مرة ثانية وهو ما نفى تماماً إدارة غزل المحلة وفي الكابتن خالد عيد إن شاء الله بكرة من المحتمل أنه يجري مسحة من خلالها هيتأكد إذا كان موجود في المجارة القادمة لفريق غزل المحلة ولا مش هيكون موجود دي كانت أبرز كوالسنا وأخبارنا عن نادي غزل المحلة قبل مباراته وأمام النادي الأهلي من استاد الأهليوي السلام عودة ليك مرة ثانية كابتن شبير واستاد مصر أحمد المسيري أسام عودة من ملعب الأهليوي السلام أشكركم شكراً جزيلاً على كل هذه التفاصيل